الله تبارك وتعالى هو الله في كل زمان ومكان الربط ده صعب أبوه خد بالك بس إنما هو الأجيب تمام فأنت مفهمتش أجيب ده عايز نفسه دكتور محمد تكون ربنا يعفو عني في اللفظ يعني تكون القرآن يعني تخللها أقول لك مقلوب اللي انت بتقوله عشان تفهم ان انت بتتكلم صح وأشربه في قلوبهم العجل الله طب أنا دلوقتي حالا يعني حررت اللفظ النفسي وفعلا مبسوط دي طبعا لازم تشرب القرآن لازم يشرب في قلوب المؤمنين وهذه آية استدلال على فكرة نحن بعيد قوي يا أخي استدلال دي آية أشربه في قلوب العجل إذا انت عدتها كده يبقى أنت ما خدتش القرآن لأن دي آية استدلال بمعنى إيه لو هم أشربوا الثورة ما كانوش أشربوا العجل صح لأن الإناء مليان واحد لا الإناء مليان خلاص أي يملأ بداء أو يملأ بداء زي بالظبط لما بيجي واحد مستشرق أو واحد عايز يوقعك ويخش على واحد يلاقيه ما يقولك ده ما فيش فايدة فيه أشرب ما فيش خلاص ده أشرب ده مليان بتتقالي اللفظ كده طب إحنا القرآن بتهقلي على على سطوح القلوب يا في آية هتبين لك الحكاية دي على كلمة السطوح دي مهمة قط تحتها خطوط شوي إنما أنا عايز أقول إيه وقال ربكم ادعوني أستجب أنا بجاوبك على أجيب أيها معاك اللي ما تفهمتش ما زلت معاك أستجب هنا لها مدارات قولنا أول واحد لا استنى بس قبل ما تقوله أول واحد بقى تمام لو ابنك انت طلب منك حاجة حتضره حتعملها له من باب انك ما تزعلوش ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى لا طبعا ها لا قطعا قطعا لا مش محتاجة لا طبعا قطعا والناس قاعدة تبص عليك وتقول محمد ما بيحبش ابنه مستحيل متفهمة تماما ها ومقدرة الموقف وفهمة سلوكك مش كده أيها طب ايش معنا ما بنعمش كده مع المولى عز وجل حتى في طلباتنا احنا أيها الله أيها الله فالطلب مداره ايه بقى اما التلبية ودي ما قالهاش المولى عز وجل في الآية دي الآية الاشكالية اللي عندنا احنا وعملها مع الحواريين وما قالش ما قالش ده مدار ايه ما قالش برده اني منزلها وما قالش ليه مش كده اه خلي بقيت شرحها لما نيجي في التفسير ان شاء الله لكن انا يهمني ان انا نفهم ان استجب لكم كلمة صحيحة كلمة قرآنية صحيحة انت اللي مش فاهم معناها لان واحد بيقول لك ايه واحد بيقول للمسلمين فين يا عم استجب ده ما عمل لكش الطلب اه قل له ما هي مدارات الطلب هستخلصها لك من القرآن في ثلاث مدارات اربعة اربعة طب ايه الرابع انت سألت سؤال ولله المسأل أعلم علشان اتكلم كده عشان نفهم بس تمام يا اما الدهولك هو بالضبط ان كان مشروعا مش كده ايه ما انا مهزة الدهولك يبقى مشروع تمام صح صح لو مش مشروع فأغذاتهم الصاعقة صحيحة وما قد بالك الامثلة كده وده المدار التاني لا مش مدار تاني ده مدار مستبعد مش هيحصل ده انت هتاخد حاجة ده صاعقة انت روح انت هتاخد ايه انت خلاص رأى اللقى بعدها اعزو بالله مش انت يعني انت فاهمني ايه التلبية اللي هو قديك نفس الطلب تمام اللي وضحها الحديث لا اللي وضحتها الحواريين تمام تمام اللي حصل معاهم تمام مع ان انا متخفز على حاجة هقولها في التفسير مش هقولها دلوقت اشان ما اطمئن ما تبعيتش تمام يا اما اجزألك الطلب انت طالب الطلب مثلا ربنا ينجحوا ويخش كلية الطب فنجحوا لك وما دخلوش كلية الطب يبقى ايه ده اسمه التجزئة جزأتلك اديتك مش ما تبتكش تمام بس مش كله تمام لانه لو دخل مثلا يا ربنا اجدحوا دخلو كلية الهندسة فالوقت ما يخشش كلية الهندسة يبقى في الماغوا ان الطلب ما جاهش ما هو نجحه لك اهو اه هو نجح اه بص على زميله هذا شق ده بصو معلمك تمام لي بص على الادنع صلى الله عليه وسلم يبقى دي التجزئة تمام انه هو جزألك الطلب ده التاني ده المدار التاني يحصل بيحصل اخد بالك لو قلت لك حاجة ما حصلتش او ما بتحصلش قول لي قف لا بيحصل ماشي اخد بالك تمام يبقى الاولانية بالكامل تمام التانية ايه جزء منه جزء منه التالتة البدل او الابدال عشان نبقى وصفنا الكلمة صح تمام انت قلت يا ربنا نجحه ومش عارف ايه وبتاعه وا 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 رغم انه مريض مجاش على بالك حكاية انه مريض دي رح ربنا سبحانه وتعالى شافيه ومن نجح ومن نجح السنادي اه يبقى انا عملت ايه بدلتلك الطلب خلاص المداري التاني قولونا بعد ايزن ها او ادخل لك للاخر الرابع ده برافو علي في حاجة غير الاربع دول قول لي عندها عمر قال اذا نستكثر فقال رسول الله الله اكثر يبقى يا اما ادهولك بالكامل يا اما اجزأهولك اجزأهولك يا اما اصرف عنك ابدلك حاجة او وشي حاجة ايوه يا اما ادخلهولك في الاخرة وهذا وهذا كله فضل من الله استجب لكم هو كده استجب هو كده استجاب هذا عطاء الكريم ايوه كل الاحوال وخد بالك يا محمد هو الآية الآية وقعت هو استجاب انت اللي مش فاهم ومن عطاء الكريم انك بيننا توضح لنا وتنير لنا بنور الله تورك وتعالى اللهم لك الحمد والشكر جزاك الله كل خير دكتور محمد الحمد لله من خلصناك بزئيه حبيبي لسه فيه لا ده الحلقة خلص ايوه بس الماء يعني هنرجع عليها ان شاء الله بإذن الله اه خلاص احنا اخرنا كده انت اللي قلت الرابع كمان بشكر فضلتك ودائما يا رب في صحة وعفية وإيمان يا رب احبتي في الله على وعد بلقاء اخر ان شاء الله بكم نترككم في رعاية الله وامنه الى هذا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته